سلب افتاركم مع امام المهدي ظاهر الناطق بالهق منكم حياكم الله قبل فاصل اذان العشاعين وصلاتهما لحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت اقرأ عليكم من دعاء زمان الغيبة وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة اقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الفقرات الاولى من الدعاء الشريف اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني هذه هي الضلالة اللهم لا تمتني ميتة جاهلية وهذه هي الجهالة ولا تزق قلبي بعد اذ هديتني ماذا قرأنا في زيارة الاربعين ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الجهالة الجهل الجاهلية الجهالة انعدام العقل ما هو المضاد للجهالة العقل حين يكون انسان فاقدا للعقل فان حاله سيكون على جهالة الجهالة فقدان العقل لا اتحدث عن فقدان العقل بمعنى الجنون فالجنون مستوى من مستويات فقدان العقل والحديث هنا عن الجهالة التي هي فقدان الحكمة والحكمة هي اوضح وانور حالات نشاط عقل الانسان عقل الانسان له نشاطات اوضح وانور واكمل نشاطاته الحكمة الجهالة حينما نقول هي فقدان العقل هي فقدان الحكمة وليس المراد من فقدان العقل هنا الجنون الجنون فقدان للعقل ولكن بمستوى من المستويات حديثنا عن الجهالة بمعنى فقدان العقل اي ان الانسان يكون اي ان الانسان يكون من دون حكمة من دون رشد عدم الحكمة وعدم الرشد والرشد مقدمة للحكمة فالحكيم اعلى رتبة من الرشيد الرشيد يكاد ان يكون حكيمة فقدان الحكمة وفقدان الرشد هو هذا الذي يعبر عنه بالجهالة اما الجهل الجهل هو فقدان العلم الجهل عدم العلم الجهالة عدم الحكمة وعدم الرشد والجهل عدم العلم ومن هنا يقسم الجهل الى جهلين الى جهل بسيط وإلى جهل مركب الجهل البسيط هو ان الانسان يجهل ويعلم انه يجهل اما الجهل المركب وهذه هي الطامة الكبرى التي يبتلى بها رجال الدين علماء الدين مراجع الشريعة في كل الديانات هذه الطامة الكبرى التي يبتلى بها رجال الدين هو يجهل ويجهل انه يجهل يخيل له انه يعلم هذا هو الذي عجز المسيح عيسى عن علاجه انه الاحمق الاحمق هو هذا الذي يريد ان ينفعك فيضرك لانه يتصور انه عارف بطريقة نفعك وهو جاهل الاحمق الذي يريد ان ينفعك فيضرك بل يريد ان ينفع نفسه فيضرها هذا هو الجهل المركب ان يجهل الانسان وفي الوقت نفسه هو يجهل انه يجهل يتصور انه يعلم مشكلة كبيرة لا يستطيع اي معالج ان يعالجها الا ان يقوم الانسان بعلاج نفسه الحماقة ليس لها من طبيب يداويها لكن بامكان الانسان ان يعالج حماقته على اي حال عندنا جهالة والجهالة عدم الحكمة وعدم الرشد وعندنا جهل وهو عدم العلم وقد يكون جهلا بسيطا وقد يكون جهلا مركبا وعندنا جاهلية الجاهلية جماع ما بين الجهالة والجهل فحينما تجتمع الجهالة مع الجهل الناتج الجاهلية إذا أردنا أن نصوغ ذلك في معادلة رياضية الجهالة زائدا الجهل يساوي الجاهلية ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لأنه كان يعاني من جهالة ومن جهل بسبب جهالته وجهله قطعا كان يعاني من جهل مركب فلأنه كان يعاني من جهالة وجهل نتجت عنده جاهلية حالت فيما بينه وبين معرفة إمام زمانه ولذا مات على جاهليته حينما كان حيا كان جاهليا كان يجمع بين الجهالة والجهل فمات على جاهليته الصادق يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة مات ميتة جاهلية الإمام لا يتحدث عن خروج روحه من جسده وإنما الحديث عن ميت الأحياء فميت الأحياء هو هذا ميت الأحياء يمشي على قدميه يأكل ويشرب وربما يمتلك قوة جسدية هائلة لكنه يعيش في جاهليته التي هي جماع ما بين الجهالة والجهل فهذا هو ميت الأحياء فمن بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه ازداد جهالة وجحلا وهذا سيكون سببا في زيادة جاهليته ويكون سببا في تأكد موته فهو ميت بين الأحياء فالميت بين الأحياء بحسب ثقافة الكتاب والعتر هو الذي لا يعرف إمام زمانه في مجموعة حلقات أعرف إمامك هناك وضعت لكم منظومة عقائدية متكاملة في معرفة إمام زماننا أتمنى أن تعود إليها كي تنتفع من عظيم المطالب التي طرحت فيها سنعيد بثها في الوقت المناسب عبر هذه الشاشة إن شاء الله تعالى مجموعة حلقات أعرف إمامك إنها دواء دواء وبلسم شاف لهذه الجاهلية التي تتحدث عنها هذه الكلمات الشريفة اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني قد يسأل سائل حينما يعتقد الإنسان بالعقيدة بالعقيدة السليمة الصحيحة الحكيمة ما الذي يترتب على هذا هل أن القضية تقتصر على تحصيل الإنسان على معلومات هذه المعلومات صحيحة من وجهة نظر الدين فهل أن الغاية من تحصيل العقيدة السليمة هي هذه أن تكون المعلومات في الشأن الاعتقادي صحيحة في ذهن الإنسان من وجهة نظر الدين فحينئذ ستكون العقيدة مجرد معلومات فهل أن مجرد معلومات حتى لو كانت صحيحة تسبب كل التفاصيل الكثيرة في الدين من جهة الحكم على الإنسان بالإيمان أو بالكفر بالهدى أو الضلال بالطهارة أو النجاسة وحتى فيما يرتبط بموت الإنسان على عاقبة محمودة أو على عاقبة مذمومة أو فيما ينتظر الإنسان ما بعد موته طريق طويل ما بعد الموت وعالم بل عوالم مصير الإنسان يحدد من خلال معلومات يحصلها يحصلها الإنسان في مقطع زماني من حياته الدنيوية هل القضية هكذا إذا كانت القضية هكذا لا تبدو منطقية وأنا أضم صوتي إلى هذا السائل أضم صوتي إلى هذا الذي يفكر بهذه الطريقة العقيدة في ظاهرها في سطحها الأول معلومات لكن الإنسان إذا تعامل معها بشكل صحيح فإن المعلومات هذه ستغير من أسلوب حياة الإنسان جملة وتفصيل إذا تعامل معها بشكل صحيح أن رتب الأثر على المعلومات لا أنه خزن المعلومات في ذاكرته هناك فارق كبير بين شخص يخزن المعلومات في ذاكرته وتبقى محفوظة وحينما يسأل عنها فإنه يمتلك القدرة على ذكرها بتفاصيلها وبترتيبها وكأنه قد حفظ قصيدة شعر بشكل دقيق ومؤكد العقيدة ليست هكذا العقيدة معلومات تخزن في الذاكرة ولابد أن تخزن في الذاكرة لكن على الإنسان أن يتواصل معها على الإنسان أن ينزلها من عقله من ذاكرته إلى قلبه وقد مر الحديث عن هذا من أن أفضل وسيلة لإنزال معلومات العقيدة من مستوى العقل إلى القلب العلاقة مع الحسين ولهذا كانت هذه المجموعة المجموعة السابقة مجموعة حلقات أعرف إمامك إنها منظومة العقيدة التي يمكنني أن أعنونها بمعرفة إمام زماننا منظومة العقيدة بحسب ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فلما تم الكلام في المجموعة تلك بدأت معكم في هذه المجموعة التي عنوانها هذا هو الحسين معرفتنا بحق الحسين الثابت في أعناقنا هذه المعرفة إذا عايشناها بصدق فإننا بواسطتها نستطيع أن ننزل معلومات العقيدة السليمة من مستوى عقولنا إلى مستوى قلوبنا وحينئذ بإمكاننا أن نفعل العقيدة في حياتنا العملية في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي هذه الصفحة الأولى أما الصفحة الثانية فإننا نتحرك باتجاه يوم الظهور الشريف لا أقصد أننا قد ندركه أو أننا لا ندركه إنما أتحدث عن مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير والحياة تتحرك باتجاه يوم الظهور إذا ما وصلنا إلى يوم الظهور فإن تغييرا تكوينيا سيتحقق في هذا العالم الذي نعيش فيه نحن الآن لا ندركه مثلما لا ندرك التغيير الذي سيكون عليه عالمنا في مرحلة الآخرة إذا ما حان وقت الظهور فإن تغييرا تكوينيا في الكون كله في كوننا الذي نعيش فيه سيبدأ بنحو تدريجي الذي سينتفع انتفاعا كاملا من ذلك التغيير التكويني والذي سينعكس على قاطني هذا العالم الذي سينتفع انتفاعا كبيرا هو صاحب العقيدة السليمة بغض النظر عن الصفحة الأولى التي مر الحديث عنها من أن العقيدة إذا ما نزلت من العقل إلى القلب وفعلها الإنسان في حياته فإن أسلوب حياته سيتغير بالكامل وهذا هو الذي سيقوده بشكل صحيح في مسيرته باتجاه مرحلة الظهور إن كان أدرك الظهور في أيام حياته الدنيوية أو كان من الراجعين في العصر القائمي الأول أو من الراجعين في مراحل ومراتب ودرجات الرجعة العظيمة فالتغيير الكوني سينتفع منه أولئك الذين سيدركون الظهور أو أنهم يكونون من الراجعين وقطعا هم من الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الإيمان هم الذين كانوا على عقيدة سليمة وقد تنزلت من عقولهم إلى قلوبهم وفعلوها في حياتهم وإلا كيف يوصفون بهذا الوصف من أنهم محضوا الإيمان محضا فالعقيدة السليمة ستجعل الإنسان الذي يحملها منسجما مع هذا التغيير الكوني الجديد حينما يضع إمام زماننا يده على رؤوس الخلائق كي يجمع عقولهم فإن ارتقاء العقول لا يكون بدرجة واحدة لا يمكن هذا العقول مراتبها كثيرة الذي تكاملت عقيدته السليمة زمان الغيبة ونزلت من عقله إلى قلبه وفعلها في حياته فإن ارتقاءه العقلية سيكون عظيما وحينئذ سينسجم مع التغيير التكويني الذي سيبدأ تدريجيا منذ بداية ظهور الإمام وباتجاه الرجعة العظيمة حيث يستمر التغيير التكويني إذا سجم الإنسان مع هذا التغيير التكويني فإنه سيعيش حياة هانئة في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي والمطلوب ليس هنا إنما سينال الفوز الأعظم في الآخرة هذه مقدمات للخلوط تكامل العقيدة في زمان الغيبة أن تكون عقيدة سليمة صحيحة مخزنة في العقل نازلة إلى القلب مفعلة في الحياة اليومية أدركنا الظهور أو رجعنا في الرجعة جمعت عقولنا بحسب عقيدتنا فإننا سننتفع من التغيير التكويني الروايات تخبرنا من أن الذين لن ترتقي عقولهم وهم النصاب ستكون حياتهم بائسة زمن الظهور سيتمنون الموت لما تكون عليه حياتهم من البؤس لا بسبب قوانين إمام زماننا وإنما بسبب قوانين التكوين هناك فارق بين قوانين التشريع وقوانين التكوين قوانين التكوين تجري بحسب ما يرسم للتكوينيات من رسم وقلت لكم من أن تغييرا تكوينيا سيبدأ بنحو تدريجي منذ لحظة الظهور الذين سترتقي عقولهم يستطيعون التواصل والانسجام مع هذا التغيير التكويني هنا تظهر فائدة العقيدة فالعقيدة ما هي بمعلومات نحفظها لماذا لا نتحسس هذا في زمان الغيبة لأننا غافلون عن ذلك غافلون عن معارف أهل البيت من جهة غافلون عن العقيدة السليمة فالعقيدة الموجودة في واقعنا الشعي التي هي نتاج حوزة الطوسي عقيدة ناصبية لحصلة لها بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم إنها عقيدة الجهالة والجهل والنتاج جاهلية وتيه الشيعة عليه اليوم فالعقيدة ما هي بمعلومات صحيحة فقط تخزن في الذاكرة قطعا الخطوة الأولى أن نحصل على المعلومات الصحيحة السليمة وأن نخزنها في الذاكرة وأن نتدبر فيها لكن الخطوة الثانية هي أن ننزلها إلى قلوبنا عبر العلاقة الفاعلة والمتقدة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمعرفة حقه الثابت في أعناقنا وهذه الحلقات متكفلة بهذا الموضوع مجموعة حلقات هذا هو الحسين الخطوة الثالثة أن نفعل النتاج الظاهر من تفاعل العقيدة ما بين العقل والقلب أن نفعلها في حياتنا اليومية في عباداتنا وفي سلوكنا وأن نجعل حياتنا وفقا لهذه العقيدة وقفا لخدمة إمام زماننا فكلما أخلصنا لإمام زماننا كلما استنارت قلوبنا بنور عقيدتنا السليمة وكلما التصقنا بخدمته وتمسكنا بعروته كلما استقرت المعرفة الصافية النظيفة في عقولنا وقلوبنا حتى تحول إلى ميزان نزن به كل شيء من الناس وغير الناس أن نزن كل شيء بهذا الميزان العقائدي فإما أن ندرك زمان الظهور وإما أن يسبق الأجل إلينا لكننا سنعود في الرجعة لأننا قد محضنا الإيمان محضا في الخطوات المتقدمة فإن أدركنا الظهور بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر الرجعة وتكاملت عقولنا بمسحة يد صحب الأمر فإن التكامل سيكون بحسب مستوى عقيدتنا فكلما كانت عقيدتنا راقية كان الارتقاء العقلي لعقولنا لعقولنا باذخا وعاليا وحينئذ سنسعد سنسعد في حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء لأننا سنكون على انسجام مع هذا الكون الجديد سنتواصل مع الملائكة الذين لا ترتقي عقولهم لن يتواصلوا مع الملائكة ولن يرتقوا في السماء فإنهم سيعيشون في عالمهم الضيق الأول الذي كان في زمان الغيبة بل إن النفاصبة سيضيق عليهم العالم تكوينيا بنحو أشد مما كان عليه الحال زمان الغيبة هذه المضامين موجودة في أحاديث العترة لكنها تحتاج إلى تفكيك رموزها هذه المضامين منتشرة في آيات الكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم وإذا ما أصبحنا على هذا الحال فإننا سنتجاوز كل الضيق وكل الشدائد في طريقنا إلى الآخرة الحكاية مفصلة والحكاية عميقة لأجل هذا تلاحظون أن القرآن وأن الأئمة يدفعون بنا إلى العقيدة السليمة بينما بينما نواصب سقيفة بني ساعد يدفعون بنا إلى العبادة وإلى الفتاوى والأحكام وبالضبط هذا هو منهج حوزة النجف لأنه هو هو منهج السقيفة بني ساعدة إذ لا قيمة للعقيدة في منهج حوزة النجف تريدون أن تعرفوا ذلك عودوا إلى منهج الدراسة في حوزة النجف ما هو مقدار دراسة العقيدة عندهم مع أنها عقيدة ضالة مع أنها عقيدة ضالة ولكن لا توجد دراسة لعقيدتهم الضالة في حوزة النجف إلا في حدود ضيقة بينما ما يرتبط بالفتاوى والأحكام فإن الزمان والمكان وحتى ما يرتبط بالمراتب العلمية في أجوائهم والذين يصبحون آلهة يعني مراجع الميزان في كل ذلك الفتاوى والأحكام ومع أن منهجيتهم منهجية ضالة ولكنهم جعلوا الفتاوى والأحكام هي الدين إنه منهج سقيفة بني ساعدة الذين سيدركون زمان الظهور على ها هذا الحال لن ترتقي عقولهم إلا بنسبة ضئيلة أو أنها لن ترتقي أصلا حينما أقول لن ترتقي أصلا سيكونون بمستوى البهائم لأن البهائم سترتقي هي الأخرى ارتقاء البهائم تحدثنا الروايات عنه من أن الوحوش ستعيش مع الناس ومن أن الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم ستأكل الأعشاب و و و الحكاية طويلة مفصلة عميقة و عميقة جدا المحور في كل هذا العقيدة السليمة التي هي معرفة إمام زماننا و معرفة إمام زماننا تعني معرفة المنظومة العقائدية بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم و حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم و إلى هذا يشير الدعاء اللهم عرفني نفسك أتمنى عليكم أن تتدبر بالإجمال وفقا لهذه الرؤية في العبائر التي سأعيد قراءتها ستجدون دلالة عميقة لهذه العبائر مع أن ني ما شرحتها لكم وإنما وضعتها وضعتها في إطار مقارب لإطارها الحقيقي لأن الحديث عن إطارها الحقيقي سأحتاج إلى وقت طويل فحاولت أن أجمل الكلام بقدر ما أستطيع وأن أقارب الصورة إلى أقرب حد إلى أصغر دائرة إلى أقرب حد إلى أصغر دائرة يمكن أن تكون فلكا مقاربا لمركز المعنى اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ما الذي يجري ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني نذهب إلى فاصل